اسمي الأصلي جولي كارول ساندورز ولدت في قرية صغيرة شمال نورسهام بتونشير لا يتجاوز عدد سكانها مئة نسمة أبي كان يعمل جزارا وكان ملحدا أما أمي فكانت ربة بيت ولا تؤمن بالله أيضا ولأن أخي كان مريضا أرسلت للعيش مع جدتي التي كانت مسيحية على الطريقة المعمدانية كنا نعيش في القرية نفسها على بعد بضعة أمطار فقط لذا ترعت مسيحية على الطريقة المعمدانية عشت حياة مرفهة وهادئة دون أي مشاكل كنت أتمنى دراسة الطب البطري لكنني لم أتمكن من ذلك بسبب تعرضي لإصابة في الظهر لذا درست الطب بدلا من ذلك وتخرجت أخصائية في معالجة الأقدام كنت ناشطدا جدا في الكنيسة كنت أدير حضانة الأطفال وأحضر كل الصلوات والدروس التي تقام في الكنيسة كما كنت أحضر القهوة لكبار السن أيضا في الكنيسة لقد كانت الكنيسة جزءا كبيرا من حياتي عندما بدأت عملي كأخصائية في طب الأقدام لم يكن الإقبال كبيرا على خدماتي لذا طلبت من أحد أصدقائي المساعدة في إيجاد عمل تطوعي من خلال الكنيسة أرسلت بعدها للعمل التطوعي في منظمة اسمها مساعدة النساء وفي هذه المنظمة تعرفت على امرأة اسمها حميدة كانت علاقتنا جيدة بعد نحو عشر سنوات كنا نعمل في مجموعة من النساء نتحدث عن الدين مع امرأة جديدة في المنظمة كانت واحدة من الكاثوروكية وأخرى من الميثيودية وكنت أنا من المعمدانية وكانت حميدة جالسة معنا لكنها هادئة سألنا حميدة عن ديانتها لأنها كانت امرأة رائعة أكثر صبرا وهدوءا لا شيء يغضبها لا أحد كان يعرف ديانتها أنا سألتها عن ديانتها فقالت أنا مسلمة أصبت بالهلع والزهول كيف يمكن لهذه المرأة المتعلمة أن تتبع ذلك الدين البربري لأن ذلك ما كنت أعرفه عن الإسلام حاولت بكل ما في وسعي إقناعها بالمسيحية كنت عازمة على ذلك كل مرة أتحدث معها لقد كنت مصممة على تحويل هذه المرأة البائسة كما كنت أعتقد عن هذا الدين البربري وجلبها إلى حرية مسيحية لم تكن ترتدي الحجاب حاولت معها بعناء لكن في النهاية أعتقد أنها تعبت من ذلك قالت لي إذا وجدت أي مشكل أو خطأ في الإسلام وليس المسلمين سأعتنق المسيحية قلت لها قبلت التحدي إنه أمر سهل قلت لها كيف أعرف عن الإسلام فأعطتني كتابا عن المساواة بين الجنسين في الإسلام فلما قرأته وجدت أنه رائع هذا يختلف عن الحقيقة التي نعرفها أعتقد أنها أعطتني كتابا منحازا لتضللني ذهبت إلى محل إسلامي في لندن وكان صاحب المحل غير ودي لم يكن لديه النية لبيع أي كتب لقد كان فضا وغير مهزب في أسلوبه عن السياب الذي أرتديه ولم يساعدني لذا غادرت المحل ورويت القصة لحميدة فقالت لي لكن هؤلاء مسلمين وليس الإسلام ثم أرشدتني إلى محل في مدينة لوتين اسمه زمزم ورغم أن صاحب المحل كان يبدو مخيفا بليحية طويلة وعباءة لكنه كان رائعا لقد تحمل أطفالي الخمسة في المحل حاول مساعدتي لم أرد أن أسأله وتجنبته خشية أن يحدث لي ما حدث لي من قبل مع الرجل في المحل السابق فبحثت في المكتبة ووجدت كتابا عن المرأة المسلمة أعتقد أن عنوانه كان هدف المرأة في الإسلام اقتنيت الكتاب رغبة في أن أجد شيئا عن الإسلام أجادل به حميدة فجاءني الرجل وقال لي السلام عليكم أختي لم أفهم أي شيء سوى كلمة أختي باللغة الإنجليزية قلت له أني أبحث عن كتب لتعلم الإسلام فعرض علي كتابين آخرين واحد بعنوان حياة الرسول من تعليف مارتن لينغ كتبا باللغة الإنجليزية الأصيلة لقد كان كتابا رائعا لقد أعطاني القصة المناسبة دفعت ثمن الكتب الثلاث بعدها دخل الأطفال لأكل الدجاج في أحد المحلات وبينما هم يأكلون فتحت الكيسة لأقرأ أحد الكتب فإذا بي أجد سبع كتب اعتقدت أني أخذت كتبا لغيري أو أني أخذتها عن طريق الخطأ طلبت من ابني الأكبر الذي كان عمره 12 عاما ارجاع الكتب الأربع والاعتذار من صاحب المحل لكن ابني عاد ليقول لي أن صاحب المحل قال أن هذه الكتب هدية فاجأت كثيرا لأن هذا لا يحدث في محل إنجليزي هذا الرجل أهداني القرآن باللغة الإنجليزية وكتابا عن اللباس في الإسلام والكتاب الثالث لا أتذكر عنوانه قرأت الكتب ولم أجد أي خطأ ثم قلت لنفسي يجب أن أتعمق أكثر هذا مخالف لتوقعاتي شاهدت برنامجا على التلفزيون عن المشاكل في الإسلام البرنامج كان حول الاعتداء على المرأة وبعض النساء يتعرضن للرجم فقلت يجب أن أعرف الكثير عن هذه الممارسات كيف يمكنهم تبرير ذلك هذا خطأ كانوا يتحدثون عن قانون الشريعة فقلت هذا هو الجانب الخطأ في الإسلام رجعت إلى المحل نفسه بعد نحو شهرين وقد تعرف علي صاحب المحل سألني عن الكتب التي أهداها لي فقلت كانت جيدة لكني الآن أريد كتبا عن الشريعة الإسلامية تفاجأ الرجل وقال لي أن هذه الكتب صعبة بالنسبة لي قلت له أشعر بالحاجة لقراءة هذه الكتاب اشتريت كتبا عن الشريعة الإسلامية وكتب أخرى يشرح كوانين الشريعة وكيفية تطبيقها قراءة الكتابين وبصراحة في انجلترا قبل نحو مائة عام كان لدينا قوانين أكثر قساوة من هذه أعلم أنه في ذلك الوقت إذا سرق أحد شيئا لا يقطعون يديني فقط إذا سرقت الطعام لا يغفرون لك ففي تلك المجاعة إذا سرقت خروفا ستعدم حتى لو كنت بذلك لأجل إطعام أسرتك ستعدم شنقا ستقتل فعلى سبيل المقارنة فإن قطع اليد ليس أمرا قاسيا ثم قرأت رجم المرأة فوجئت أنه بسبب الزنا ففي انجلترا قبل مئات السنين إذا ارتكبت المرأة الزنا كانوا يغرقونها درست الإسلام نحو سنة كاملة وأنا أدرس الإسلام فكلما التقيت حميدة أقول لها أنني طبعا سأجد حجة ضد الإسلام لكن في يوم من الأيام سأمت لأنها كانت تمزح معي قائلة هل وجدت شيئا ما ثم قلت لها هل يمكنك أن تجد شيئا متناقدا في المسيحية لم تحتج لقراءة كتاب واحد تحدثت عن قضايا في الإنجيل لم يناقشها أحد الدروس التي كنا نتلقاها ثم قلت بدلا من البحث عن أخطاء الإسلام لماذا لا أعيد النظر في المسيحية أعطتني حميدة كتابا عن الإنجيل أظن أنه كان لأحمد ديدات بعد قراءة الكتاب قلت في نفسي سأكتفي بهذا لا أذكر اسم الكتاب حاليا أنا مسلمة لم أكن أدرك حجم الأخطاء التي كانت في المسيحية عندما تعود إلى تاريخ المسيحية تجد أنها حرفت كثيرا الإنجيل لم يعد كلام الله أما الإسلام فلم يتغير منذ نزوله ولا يمكن إيجاد أي خطأ فيه عندما قلت لحميدة أنني أريد التحول إلى الإسلام قالت لي أريد أن أفترح عليك شيئا آخر لأنها رأت أنني لم أكن متيقنة منه مائة في المائة قالت لي ابحثي في الإنترنت عن معجزات القرآن وفعلا ذهلت بالأشياء التي وجدتها وقد تحدث عنها القرآن في تلك الأيام بعض الأشياء لم تكتشف إلا قبل خمسين عاما لكنها كانت في القرآن كل هذه الفترة علمت بذلك أن الإسلام هو الدين الحق عكفت على دراسة تعلم الإسلام بضع سنين حميدة كانت ضد ترداعي الحجاب وقد ألفت كتابا عن ذلك انطلقت من فكرة أن الحجاب لا يخفي المرأة فإذا ارتدت لباسا يغطيها فهي بذلك أكثر تخفيا من الحجاب قد تكون هذه الفكرة على المستوى النظري مقبولة نوعا ما لذا لم أبحث فيها كثيرا في بضع سنين انتقيت امرأة اعتنقت الإسلام لأنها كانت متزوجة بمسلم كانت تعمل في الحضارة التي كان يرتادها ابني الأصغر كانت ترتدي الحجاب وخيرها القائمون على الحضانة بين الحجاب أو الاحتفاظ بوظيفتها لأن آباء الأطفال يرفضون تأثير اللباس الإسلامي على أطفال الحضانة كانت تقود معرقة معهم بسبب الحجاب قلت لها لست مضطرة لارتداء الحجاب أنا مسلمة أيضا قالت لي علينا ارتداء الحجاب فعرضت إعطاءها كتابة حميدة لكنها قالت اقرأي كتبا أخرى وعليك إيجاد نص يفيد بأن الحجاب ليس فردا فقلت لها نعم سأفعل ذلك رجعت إلى المحل السابق وطلبت كتابا عن الحجاب فقال لي صاحب المحل الحمد لله أخيرا سترتدين الحجاب قلت له لا أريد القراءة عن الحجاب فقال حسنا اشتريت كتابين لكن عندما وصلت إلى البيت فتحت الكيس فوجدت حجابا بكل اكسسواراته ضحقت وقلت لن ينجح معي هذه المرة تحدثت مع المرأة يوم الجمعة واشتريت الكتب يوم السبت وقضيت يوم الأحد كله لقراءتها تحدثت مع المرأة يوم الجمعة واشتريت كتابين وقضيت يوم الأحد كله ويوم الاثنين ارتديت الحجاب عند هذه اللحظة والدي انفجر هضبا في ذلك الوقت كنت متزوجة من مسلم لكن عندما ارتديت الحجاب أصبح أبدو لهما مسلمة حقيقية أبي لم يقبل الإسلام ولم يؤمن به ورفض الحديث عنه لكنه توفى قبل أن يصله أي شيء مهم عن الإسلام لكن أمي التي أصيبت بمرض السرطان فلربما أنها كانت متعاونة لا يوجد إلا أنا وأخي الذي لم يكن متعاونا مكست مع أمي أثناء مرضها بقيت نحو ستة أسابيع من التشقيص إلى الوفاة قبل ذلك كانت كلما سمعت شيئا عن الإسلام تستثير غضبا ففي يوم من الأيام التي كنت معها رن هاتفي ليذكرني بوقت الصلاة كانت أمي نائمة فاغتنمت الفرصة للصلاة قبل استيقاظها بمجرد أن وضعت السجادة على الأرض بدأت تشتكي من الألم فلم أكن أعرف إذا كان مرخص لي إيقاف الصلاة أم لا كنت قلقة جدا لكني قررت الاستمرار في الصلاة وإذا بها تبدأ لكن عندما انتهيت من الصلاة نظرت إلي وقالت هل صليت لي؟ كنت مسرورة جدا لأنها في السابق عندما تجدني أصلي كانت تقول لي أنني أضيع وقتي لماذا تزعجي نفسك وتضعي رأسك على أرضية قذرة هذا ليس دين إنه غباء لكن ذلك الوقت كانت سعيدة تحدثت إليها عن الإسلام كانت تبدو وكأنها تستمتع إلا أنها دخلت غيبوبة في الأسبوع الأخير قرأت لها القرآن وقلت لها إذا كانت تريد نطق بالشهادة لكنها لم تستطع الكلام لكنني أعلم ما إذا قالت ذلك في قلبها أم لا أتمنى من الله أنها فعلت ذلك قبل اعتناقي الإسلام كنت أقوم بأعمال فائدة